أود أن أبدأ معك مباشرة ببعض الاستشهادات التي قرضت بها بعض الدراسات المتعلقة بالمجتمع الإيراني خلنشوف بعضها وارجع لسؤالك عنها النبي محمد لم يكن عربياً بل كان إيرانياً وأستطيع أن أثبت ذلك شوف هناك كثير من الاستشهادات التي تأكد دائماً عظمة إيران وهذه الدولة التي استطعت بناء إمبراطورية شاسعة ممتدة وجاء هؤلاء الأعراب دمروا هذه الحضارة ودمروا هذه الثقافة حتى وصلوا إلى مرحلة ليقولوا فيها أن الإسلام لم يقدم جديداً لإيران ولا العكس من ذلك تماماً إذا على مفضوع عبادة الله والتوحيد نحن كنا موحيدين ووصلت الأمور حتى بإسفنديار رحيم مشيائي وكان مساعد للرئيس الإيراني أحمد نجاد والذي خاذ الانتخابات الرئاسية في إيران أن يدعي بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيراني طبعاً هذه المقولة لم يقلها فقط إسفنديار رحيم مشيائي فلتحدث حتى مراجع التقليد عن هذا الأمر وهذا له مغزى ودلالاته الخطيرة جداً نفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عربي وأنه هو فارسي لمحاولة إعطاء الأفضلية كما ذكرنا في الجزء الأول وهذه طبعاً نظرة خطيرة جداً من الاستعلاء اللي بيحاولوا أنه حتى في مجال اللغة العربية يعني تصور أنت ما يقول لك أنه إحنا حتى لغتنا أفضل من اللغة العربية اللغة العربية 28 حرف وإحنا 32 حرف حتى على مستوى الأحرف أذكر مرة في طهران في أحد المنتديات اللي عقدت في وزارة الخارجية الإيرانية وكنت حاضر فيها كان عن التثاقف ما بين الحضارتين العربية والفارسية وطلع في تلك الفترة رجل دين معمم إيراني تحدث باللغة العربية وبوزار ذلك خرج لا أريد أن أذكر اسمه أحد الدبلوماسيين العرب وتحدث باللغة الفارسية وكان هناك تعليق من أحد المسؤولين الإيرانيين بعد أن أكمل قال بالحرف قال وأسفاه أن الذي تحدث بالفارسية لم يتحدثها باللقنة الفارسية الصحيعة ويتحدث في قلب العاصمة طهران باللغة الفارسية وبالمقابل هذا الأمر يعتبر إهانة لإيران ولحضارتها يعني ما استحوش فأنت العربي أو الأعرابي تتحدث باللغة الفارسية الركيقة في قلب طهران هذا يمثل شكل من أشكال الاحتلال للدولة الإيرانية ترجمة نانسي قنقر